ده كان بيان النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين وانا هتكلم في الموضوع على طول وهتكلم في نقطتين مهمين جدا اخطائي انا كنادي اهلي سواء كانت اخطاء فنية او ادارية او جو الملعب او برا الملعب او حتى من جمهوري انا قادر ان انا حلها اخطاء النادي الاهلي النادي الاهلي قادر ان هو يحلها واثبتت المواقف على مر السنوات من 1907 وحتى الان ان النادي الاهلي دائما قادر على اصلاح اخطائه اخطائي انا كمجلس يعني الناس في مجلس ادارة النادي الاهلي بيعملوا ايه بيعودوا يشوفوا اخطائهم ايه وبيصلحوها علشان هم عايزين مصلحة البلد ومصلحة النادي خلاص طيب ولكن اخطاء الاخرين انا زنبي فيها ايه وانعمل فيها ايه انا بطلع بيان كل يوم انا كنادي اهلي بطلع بيان كل ما يحدث امر مشين بطلع بيان عنه هو ليه حضرتك دايما بتوديني في الاتجاه ده هو ليه دايما اخطائي للمرة المليون اخطاء انا قادر ان انا حلها النادي الاهلي قادر بكل مجالس ادارته بجمهور في ظهره بلاعبين على اعلى مستوى بجهاز فني على اعلى مستوى قادر ان هو يحل كل المشاكل اللي عنده ولكن مشاكل اتحاد كرة القدم هعمل فيها ايه مشاكل اللجنة الحكام انا هعمل فيها ايه مشاكل لجنة المسابقات انا هعمل فيها ايه انا كنادي اهلي اثرت مصلحة البلد وده الطبيعي بالمناسبة ده الطبيعي جدا ان النادي الاهلي اهم حاجة بلده اهم حاجة بلده وبالتالي هل حضرتك بتعاقبني علشان انا بحب بلدي دي حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا